السلام عليكم الفيديو ده هو الفيديو التاني في الاناليسز أو الدراس وهو الفيديو الاخير في الكورس بتاع السترقتيوراناليسز 1 يعني احنا دلسنا ال abbiamo واحدها والفريم والدراس والأرش الكومبزات بقى ان احنا مجمعين أكتر من الدور مع بعض يعني أرش مع فريم ترس مع فريم ترس مع بيم وهكذا او ممكن اكتر من اتنين كمان او ممكن تلاتة او ممكن فريم مع ترس مع قرش وهكذا. ده كده. عايزين نعرف بقى زي نتعامل معي. خليها نشوف اول مسألة عندنا. مديني الشكل اللي قدامي ده. طب خلينا الاول نعرف ايه الشكل اللي قدامي ده. الشكل ده هو ترس فريم. طب انا عرفت منين. عرفت منين ان ده ترس وفي نفس الوقت فريم. يعني ايه اللي عرفني كده. اللي عرفني كده هي الكنيكشن بتاعت دي. الكنيكشن دي تعال ان بصد كده هو قوصد ان هو يوضح لي تفصيلة الكنيكشن دي. بيقول لي ان انا عندي الممبر الفرتكال ده سليم. ما قطعتش فيه. وبعد كده ربطت بقى بالترس اللي هو الانتروميديا تهنج ده. نفس الكلام هنا. نفس الكلام هنا. نفس الكلام هنا. طبعا كنت هتفرق لو كانت الكونيكشن بالمنظر ده. هنا انا قطعت في الانتروميديات هنج بتاعي. هلاقي ان هنا قطعت وهنا كمان قطعت. طب ايه الفرق ما بين الشكل ده و الشكل ده. الشكل ده عايز يقول لي ان انا الممبر الورتيكال ايه ده كله ده يعتبر فريمد ممبر. تمام? لكن الباقي ده هو نفس الكلام بالنسبة لنقطة بي. طب وهنا ده ما يعتبرش فريم المنت او ما يعتبرش بيم المنت لا ما يعتبرش ليه. لان انا عندي ده بينطبق عليه الينك ممبر. هنا ده انتروميديات هنج وده انتروميديات هنج بدايته انهايته. انلودد فبقى ده يعتبر لينك. نفس الكلام ده كمان يعتبر لينك. هنا هنج وهنج وستريت وانلودد يبقى ده كمان هنج. لكن يبقى ده كمان لينك. لكن هنا لأ انا عندي من النقطة دي للنقطة دي ما ينفعش اقول ان انا هنج وهنا هنج. لا النقطة دي مش هنج. النقطة دي هي مكملة اصلا لحد النهائي. ده يعتبر فريم آآ مربوط مع الترس. عشان كده سماه ترسد فريم. طب حلوة. طالب مني هنا ان انا احسب الري اكشن لان انا احسب الفورس اللي موجودة في الترس. ويه بعد كده ارسم الانترنال فورس للعمود اي وبي. طب خلينا نبدأ اول حاجة. عشان احسب الفورس اللي موجودة في الترس. نبدأ نحسب ساموالاتنا. طب انا عندي هنا كام آآ... عندي اربع. نجيبهم عن طريق ان انا هاخد صيجما المومنت عند نقطة اي. اجيب الشفرس في اتجاه البي. صيجما الفورس في اتجاه ال وي. حاجيب الري اكشن عند الا اظر استخدم الانترميديات هنج ده. لفت او رايت. انا هاخدو رايت. اجيب الرعاشن. صيجما الفورس في اتجاه الـ X أجيب X A بعد ما جبت لأكشناتي هبدأ بقى أحسب الفرص الموجودة في الترس هاجي أقولك أول حاجة أنا هفكر فيها أخذ جوينت أعمل لها إكوليبي تمام حاول تدور على جوينت فيها طوء النون لأن احنا اتفقنا أي جوينت في الترس فيها موادلتين فأنا عشان أحلوهم لازم يبقى عندي طوء النون هل في هنا أي جوينت فيها طوء النون؟ لا ما فيش يبقى أن أنا أبدأ باتزان الجوينت ماينفعش حاجة كمان ماينفعش أبداً أمسك جوينت ماسكتون مختلفين وعمل لهم إكوليبي يعني إيه؟ يعني أنا الجوينت دي ماينفعش أمسكها وعمل لها إكوليبي ليه؟ لأنها ربطة نوعين مختلفين من الستركتر في عندي ده ترس وده فريم طب هيفرق فيه الترس فيه إنترن الفورس واحدة اللي هي الأكسية الفورس بتاعته لكن الفريم عندي نورمل وعندي شيء وعندي مومنت يعني النقطة دي على الفريم فيها نورمل وفيها شير وفيها مومنت النقطة دي على الترس مافيهاش غير كورس واحدة في الترس فمش هينفع أن أنا أطبق الرول بتاعت الترس على الفريم فدايماً لما هاجي أعمل إكوليبيا من الجوينت هبعد عن الجوينت اللي ماسكة تو ستركتر دبعاً أنا الأربعة جوينت دول ماينفعش أعمل لهم إكوليبيا خلص يبق أنا الحل إن أنا هبدأ أخد سيكشن نقطع كده سيكشن ونطلعه بره أنا قطعت السيكشن ده قطعت في ميمبر اثنين تلاتة هبدأ أخد الجزء اللي موجود ناحية الشمال الفورس اللي ظهرت عندي نتيجة القطر فادرسها حلو عندي F1 و F2 و F3 طبعاً أنا هنا محتاجة أجيب التلاتة لإن أنا عايز أجيب كل الفورس اللي موجودة في الترس طب أجيب أول حجة F1 أجيبها إزدائي حاجة أقول له والله أنا عندي F2 و F3 هياخد المومنت عند النقطة دي اللي هي نقطة O يبقى طايرتهم يبقى أجيب F1 طب F1 دي الزاوية بتاعتها إيه؟ لو جيت بسيت لي المثلس الكبير بتاعها هلاقي إن ال-Y أربعة وال-X أربعة يبقى معنى كده إن ال-Sine و القضان بتاعتي ل-Sita 45 يبقى أخد المومنت هنا طلعه له قيمة F1 بتساوي كده طلعه ب-Negative يعني إيه؟ يعني عكساً فرض إن أنا فرضاه وأنا بايدفولت بفرد كل الفورس اللي موجودة في الترس عندي تنشل طبعاً كده إن الفورس اللي موجودة في الممبر ده هي compression force طيب إن يجي على الممبر اللي بعد كده عايز أجيب F2 أجيبها إزدائي؟ هي أقول له والله أنا طبعاً عندي Sigma Fx وس Sigma Fy أقدر أستخدمه محل 2 equation مع 2 أمنون اللي هي F2 F3 أو حاجة أروح أيلاله تعالى F1 و F3 دول لو مدتهم هيتقابله في نقطة هذه F1 و F3 هيتقابله عند النقطة دي طيب يبقى أنا لو أخدت المومنت عند النقطة دي أطيرهم وأحسب F2 ويبقى هيخد المومنت عند النقطة M وطلع F2 وطلعت equal 0 يبقى الفورس اللي موجودة هنا equal 0 آخر حاجة عايز أجيب F3 أقدر برجو إن أنا أمد F1 و F2 واخد المومنت عند النقطة دي أنا طبعاً كده كده F2 في زيرو فأنا كان ممكن أخد المومنت مثلاً عند النقطة دي وطير F1 أنا بعمل كده ليه؟ عشان خاطر مسلاً أقول إيه؟ أنا شكة في نفسي إن أنا جبت F1 صح؟ فبدل ما تبقى F3 كمان ببندد على F1 تبقى غلط لا خلاص أنا هجيبها ومش معتمدة عليها براحتي أو لا خلاص أنا هستسهل وأقوله هجيب بقى Sigma Force في اتجاه X أو 1 محتاج إيه بالثيتا دي فبالثيتا دي هجيب بص على التريانجل بتاع الثيتا دي عندي Y equal 2 والX equal 4 فهطلع له sin ثيتا وكوزان ثيتا أنا هنا هاخد Sigma Force في اتجاه Y equal 0 فهطلع له قيمة F2 بس أخد بالي أنا هنا شغالة F1 على الفرد بتاعي والفرد بتاعي في F1 كان tension بس هي هنا compression يبقى أنا لما أجي أشيل F1 وعوض عنها أعوض عنها ب negative 0.94 مش ببوست في 0.94 لأ لأن أنا شغالة على الفرد القديم اللي هي as attention فالله F3 تلعت بتساوي 0.37 tension يبقى أنا هاجي أحط الفرس اللي أنا حسبتها على كل منبر بتاعها لو عندها compression حطيت اتجاه compression وdetention حطيت location بعد كده أشوف بقى أنا محتاجة لسه أعمل اتزان جوينت ولا محتاجة أاخد section كمان خلص بيتهايلي كده لو عملت اكتلوبية من الجوينت أعرف أحل بقى الجزء ده من الثرس طب ازاي؟ أمسك الجوينت دي تعالك هيا نفتكر الجوينت دي ايه؟ أنا عندي اتنين ممبر على استقامة واحدة وعندي ممبر ثالث خاري والجوينت دي unloaded طب نش ده بفكرنا بالزيرو ممبر طيب معنى كده ان الفرس اللي هنا هي هي الفرس اللي هنا بنفس الإشارة هنا تنشان بوينت سري يبقى الممبر ده يبقى فيه تنشان بوينت سري ننقل بعد كده على الجوينت دي عندي two ممبر على استقامة واحدة وخارج منهم زيرو زيرو يعني أكنهم مش موجودين بالنسبة لك يبقى الفرس اللي هنا هتتنقل كلها للممبر ده بنفس إشارتها هنا compression يبقى هنا compression تمام نيجي بعد كده جوينت دي أقدر أمسكها وعملها equilibrium اه أقدر أمسكها وعملها equilibrium جوينت دي مسكة أربعة بس فيه اتنين دلوقتي بقى ونوم بالنسبة لي واثنين عمون يبقى سيجمال فرس في اكس وفي وي واجبه او اشتغل بنفس الطريقة ان انا اخد section واطلع بره وادرسه وانا بصراحة هعمل الطريقة دي هاخد section كده واطلع الجزء ده بره وادرسه بالفرس التاعه وهطبق نفس المعادلة تانه ونفس الشكل اخد المومنت عند النقطة دي هطلع قيمة F4 طلعت بال compression اخد المومنت عند النقطة اللي بتقابل F4 وF6 اللي هي النقطة دي طلع قيمة الفرس اللي هي F5 هتطلع بتساوي A to tension سيجمال فرس في اتجاه ال Y طلع قيمة F6 هتطلع بتساوي negative 6.3 اضط الفرس بتاعتنا بإشارة هاجي بعد كده الجوينت دي هاقول بقى ده zero member ستحان الله مش zero member المرة دي ليه؟ لان الجوينت دي فرقت عندي ان دي بقت loaded اهو بقى في عندي هنا load يبقى ده مش zero member على طول لو مكادش التعانية دي موجودة يبقى ده كان zero وانا وغمده يبقى هنا هبدأ اعمل جوينت دي اجيب الفرس اللي موجودة في الممبر ده والفرس اللي موجودة في الممبر ده هيتبقى الممبر اللي هنا برضه مش هقدر اقول ان الفرس دي هتنقل كلها هنا ليه؟ لان انا عندي الجوينت دي هيقبلها هنا الفرس اللي في الممبر ده والفرس اللي في الممبر ده يبقى لو حللت في الاتجاه بتاع الممبر هيتطلع لي الفرس اللي هنا هتبقى كده جبنا اول حيجة هو عايزة هالفرس اللي موجودة في الترس طب نيجي بعد كده للطلاب التاني عايز يرسم الانترنال فورس لكلوم A و B طيب نطلع كده A و B بره ونرسم الانترنال فورس لهم نمسك B الأول طلعت B بإيه طلعت B بالفورس اللي موجودة عليه الفورس دي جاية منين ما هو ماسك ماسك ميمبر هنا وميمبر وميمبر فانا طلعت العمود بالفورس اللي هتظهر على كل ميمبر منه طبعا بالإشارة بتاعتها تنشن تنشن والكمبريشن كومبريشن عايزة بقى أمسك الفورس دي وحلل طبعا الفورس اللي هنا دي الزاوية بتاعتها كانت 45 فحللها بي الزاوية بتاعتها ودي الانجل بتاعتها كانت من تريانجل كانت 2 4 و 2 root 5 فبرضو هعمل لها resolve B بالزاوية بتاعتها ونرسم بقى النورمال نفتكر كده النورمال والشير للبيم ألمنت والفريم كانت هي الفورس اللي في اتجاه الميمبر أنا الميمبر عندي فهلاقي ان انا عندي 7.5 دي وهفضل ماشية بيها constant لحد ما وصل للطادي طب أول ما وصل هنا هيقابلني في اتجاه الميمبر بعكس الإشارة بتاعت 7.5 هيقابلني 4.6 هتقلل لي القيمة بتاعتي بعدين هفضل ماشية بيها constant لحد ما وصل هنا هتقابلني نفس value هتخليني اقفل الفورس بتاعتي طبعاً الفر ما بين الفور والسري ده عشان خاطر التقريبات لان انا كان عندي fraction في المسألة الشير الفورس اللي عمودي طيب انا عندي 7.7 over 3 دي الاشارة بتاعتها اي انا حسبة من ناحية اليمين من ناحية اليمين منازل كان بوستن طيب انا عندي فيه هنا بوستن افضل ماشية بيها constant لحد ما وصل للنقطة دي هيقابلني 4.6 عكس الإشارة اه يبقى هتغير لي value بتاعتي افضل ماشية بيها لحد ما اقفل في النهاية اقفل بالنهاية نتيجة ال8 ونتيجة ال5.6 اللي اتنين هجمعهم طبعاً بإشارات المومنت المومنت عندي عند الهنج المومنت بزيرو طب واحسب المومنت عند النقطة دي هلاقي ان عندي 7 over 3 مبروبة في المسايفة اثنين والتنشى لصائد بتاعي اللي برا هتجيب لي value دي ووصلها هنا بزيرو طب والنقطة دي المومنت عندها بكام ده free end بتاع الكانتيفر المومنت عنده بزيرو يبقى انا كده لسمتله النورمال والشير والمومنت لي العمود بي نفس الكلام بالنسبة لإيه؟ هطلعه هطلع الكورس اللي عليه وحللها في الاتجاهات بتاع الممبر والاتجاه العمودي عليهم نرسم النورمال في عندي 0.5 هفضل ماشية بيها لحد ما يقابلني 0.6 عكسها يبقى هتغير لي الإشارة هفضل ماشية بيها لحد ما تقفل في النهاية الشير في عندي 1.3 من ناحية الشمال منازل يبقى هلاقي ان انا عندي النيجاتف افضل ماشية بيها لحد ما تغير لي الفاليو والبوين سيكس دي الفاليو بتاعتها وافضل ماشية بيها سابق لحد ما تقفل في نهاية العمود المومنت عندي المومنت هنا بزيرو اقف احسب المومنت هنا هلاقي في 1.3 مضروبة المومنت عندي هنا بزيرو وابقى اوصل زيرو زيرو واخد الإشارات بتاعتها تاني عندي الكمزة ده هو مكون من ايه بقى تعالى نشوف كده في عندي 3 اجزاء الاول الجزء ده هو وبعدين من نقطة ا لحد نقطة ده عرش والجزء ده فانا عندي من 3 من اللي احنا درسناه تمام طالب مني بقى كذا طلب اول طلب ان انا احسب وبعد كده طالب مني ان انا احسب الانترون الفورس عن سيكشن وابسيكشن 2 في الارش وبعد كده طالب مني ان انا احسب الفورس اللي موجودة في ده كله واربعة طالب مني ان انا ارسم الانترون الفورس على تمام حلوة دي كانت مسألة من مسائل جات قبل كده فانا شعرف كان 2017 2018 مش فاكرة بالزبط جات امتى طب احنا هتعمل مع المسألة دي ازاي اول حاجة عشان نحسب الرياكشن والله انا ممكن اتعمل مع المسألة وهي سليمة وانا لقو حبس ده او ان انا نفسها لو انا هتعمل مع المسألة وهي سليمة في حساباته تمام بس تعالك كده اشوف مثلا عايز اجيب الرياكشن اللي هو في البقاء الخاص به والممونج طبعاً لانها ده فهيجي امسك نقطة ا، اخد الممونج دون فهيطلع في عندي فانشن في الاخص وفي المومنج طب بهخد عند نقطة جي الافت هابقى فانشن في الاحص وفي المومنج هيجي عند نقطة اف لفت هيبقى فانشن في الاحص and y انا كده عندي 3 إكوشن مع 3 قبل مموحل ل puntos او الحل اللي انا افضله هو ان انا افصل عند نقطة اي وعند نقطة اي. وهيتقسم عندي للتلاتة وده كده العمود وهنا القرش وهنا الترس. حلو قوي. تعالى نشوف كل واحد فيهم بقى ونشوف مين شايل ومين متشايل والكلام ده كله. اولا ده كانت ليفر فريم. في عندي ده هو فيكسل فيه تلاتة عنون. وانا عندي تلاتة اكويشن قدر احل بيو من الترس ده. فالسترس ده ستيبل مشايل نفسه. هاجي ابص على طب الترس ده فيه تلاتة عنون وعندي تلاتة اكويشن عشان اقدر احسب الترس ده. ما عنديش فيه مشكلة وهو برضو ستيبل مشايل نفسه. من ناحية طبعا ما عنديش مشكلة. ومن ناحية فتماني. طب تعالى كده نبص ليه القرش. لا هو القرش بقى هو اللي متشايل على نقطة اي وعلى نقطة اي. نقطة اي متشايل على العمود اللي هنا. ونقطة اي متشال على الترس الهن. يبقى انا هحط عند نقطة اي وعند نقطة اي هنج وهنج. طب كده انا عندي اولوية في الحل طبعا لازم احل القرش الاول عشان خاطر ابدأ احسب الحملة بتاعه اللي رايح للفريم واللي رايح ليه الترس. طب نحسب القرش انا عندي يونيفورم لود اتنين بيؤثر على المسافة اتناشر فهيجيب لي الاикуفلان احتي اربعة وعشرين نصطا هيروح عند نقطة اي ونصطا عين نقطة اي هو عندي كولف وطولا. هستقدم هنج جي ده رايبح ابدأ اجيب الكورس في اتجاه الاكس. استجمل الكورس في اتجاه الاكس عندي نقطة اي هعرف اجابة. كده انا جبت عند نقطة اي وعند نقطة اي فابدأ بقى اخد عند نقطة اي. واعكسها عند نقطة اي. وعند نقطة E وأعكسها عند نقطة E وبقى كده بقى أقدر أحل الستركتر دا الواحده وأقدر أحل الستركتر دا الواحده الستركتر اللي هنا Sigma force في اتجاه ال Y 12 و 2 يبقى أنا عندي فيه 14 لفور Sigma force في اتجاه ال X في 6 كده يبقى هنا فيه ساقسا Sigma moment عند ايه هلاقي إن فيه عندي ال 6 دي مضروبة في مسافة 6 ده 36 و 4 يبقى عندي 40 يبقى يظهر moment 40 بيلف عقسا أجي إلى الترس عايز أحسب ري اكشناتي Sigma force في اتجاه ال X هنا 6 و 6 لاشه بعد يبقى فيه هنا 0 أقف عند نقطة C واخد المومنت أطلع ال Y B Sigma force في اتجاه ال Y أطلع ال Y C طبعا أنا باخد كل structure الواحده بالأحمال اللي عندي كده حسبنا أول طلب هو عايزه اللي هو حسب ري اكشن والتاني طلب هو عايزه بيقول لي إيه يقول لي أحسب النورمال والشير والمومنت عن section 1 و section 2 في الاشن نحن عندي دلوقتي الارش نطلعه بيه الرياكشنات بتاعته كل حاجة طب خلينا نفتكر الارش اللي قدامي ده هو circular و لا براكولا من الجومتري بتاعتي اللي أنا شايفيها لا هو circle أنا عندي ده ال Diameter بتاعي و ده الradius بتاعيه تمام circle هو ما قال ليش حاجة أجرب كده خلص يبقى أنا شغالة على circular arch طيب عايزة يبقى عايزة أجيب عن section 1 ده عايزة أجيب normal والشير يبقى أنا محتاجة اتجاه المماس والاتجاه العمودي عليه يبقى أنا محتاجة زاوية theta طب theta دي أجيبها منين؟ أجيبها من الجومتري بتاع الشكل وأنا شغالة على circular مش محتاجة معادلات أنا محتاجة من الجومتري بتاع الشكل theta دي اللي هي زاوية مماس علامة حول X هي theta اللي هي طب تعالى نشوف كده المسافة دي ده الradius بتاعي يبقى طول ده عندي 6 و الhorizontal ده يساوي كام؟ أربعة ليه لأن أنا عندي المسافة اتنين من section أو من support لحد section يبقى دي أربعة يبقى theta اللي أنا شغالة عليها أو sin theta هي full over 6 يبقى هجيب له من هنا theta بتاعتي هتطلع في 41.8 يبقى دي theta اللي أنا عايزة اشتغال عليها جبت theta تمام يبقى هجي على section وهجي أقرر أحسابه من الشمال ولا أحسابه من يمين أنا هحساب section من الشمال أجمع الفورس اللي موجودة عندي من ناحية الشمال هلاقي إن في الستة دي هزونتا وفي الvertecal 12 ومنساش شوية uniform load اللي هما بيؤثروا على مسافة اتنين يبقى أنا عندي 12 طالع و 4 نازل يبقى في 8 طالع كده أنا جمعت الفورس اللي متأسطر على section 1 يحب من ناحية الشمال ناقص إن أنا أحللها في اتجاه المماس وفي اتجاه العمودي السيتة بتاعتي هي من المماسة على محور X يبقى A دي كده دي theta يبقى دي كمان theta نحلل بقى الثمانية في اتجاه المماس وفي اتجاه العمودي والستة نفس الكلام ونجمع هي الفورس اللي في اتجاه المماسة يبقى الستة كوزان سيتة والتمانية سان سيتة اللي اتنين دون نورما بيعملوا ايه بيعملوا compression على section طيب الشير هي الفورس العمودية على المماسة يبقى الثمانية كوزاين والستة سين مين فيه و postive انا بحسب من ناحية الشمال وطالع يبقى الثمانية هي الفورس كمان طب المومنت عم section هاجي يقول له والله هارجع للشكل نفسه وحسب المومنت عم section ده من ناحية الشمال فهيبقى في عندي ال 12 مضروبة في اتنين وبتلف بالبوستر الستة مضروبة في المسافة الورتكال دي اللي هي المسافة الورتكال دي اللي هي ستة كوزاين سيتة ويبتلف بالنجاتيب وفي عندي الاتنين كمان بالنائب يبقى جبت المومنت عند section 1 طب section 2 عايز اجيب الانترنار فورسة اللي عنده section 2 سحب احط كده المماس والعمودي هلاقي ان المماس مش محتاجة انا هنا بقى ايه تحليلات للفورسة الفورسة اللي في اتجاه المماس هي ال 12 ستعمل compression الفورسة العمودية على المماس هي ستة انا الحسابات دي من ناحية الينين منازل postive يبقى انا عندي الشير postive 6 المومنت عند ال section ده hinge to support المومنت عنده equal to نرجع للمسألة تاني ونشوف طالب مني تالت حاجة ان انا احسب الفورسة اللي موجودة في trust membro نطلع كده او ناخد trust بال reactionات بتاعته بالفورسة اللي شايلها من الارش اللي هو الحملة اللي على الارش جاله عن طريق الفورسة اللي هنا طيب نحسب بقى الفورسة اللي في trust ازاي عندك طريقة staycation تمام عندك الكزان joint تمام براحتي طب خلينا نشوف لو انا مسكت دي فيها اتنين unknown يبقى هارفح لها طب في عندي 6 بتضغط في اتجاه ال x يبقى انا عشان تتزن في جونت دي يبقى فيه 6 هتتولد هنا طب في عندي 12 بتضغط يبقى انا عشان تتزن في اتجاه ال y جونت دي يبقى فيه 12 هتضغط عليها ايه كمان نفس الطريق هاجي هنا فيه 6 compression يبقى فيه هنا 6 compression فيه 10 compression يبقى فيه 10 vertical compression طيب نمسك الجونت دي طب الجونت دي هقدر اجيب الفورس اللي هنا واللي هنا ازاي؟ اولا هقدر اعمل sigma force في اتجاه ال y بقى sigma force في اتجاه ال x بس لو انا فاكر شوية انا اصلا ده عندي كترس طيب انا هقدر اعمل sigma force في اتجاه ال x واجيب الفورس اللي هي عند في الممبر ده والممبر ده او اقدر اقطع section واخد section ده وادرسه فانا براحتي عندي كزا طريقة اقدر احل دي انا هعمل sigma force في اتجاه ال x لان انا عارفة ان الممبر ده والممبر ده فيهم نفس الفورس بس واحد تنشن واحد compression بس sigma force في اتجاه ال x انا عندي 6 و 6 طيارة وبعض يبقى الفورس اللي هنا هتبقى كمان بتساوي زيب ننقل على الجونت دي لبعد كده الجونت دي مسكة اربعة بس انا عرفت منهم اتنين وواحد اصلا منهم بزيب طب تعالى كده نبص للجونت دي كده بتلكيش شوية بعد الوقت عندي اتنين الممبر وممبر عمودي عليه والجونت دي unlobed لاني طبعا بزيرو وانا كده ان ده كده زيو ممبر يبقى اللي 12 دي هتتنقل الممبر ده بنفس اتجاهها نفس الكلام ده برضو زيرو واللي عشرة هتتنقل الممبر ده طب همسك هنا وعمل برضو اكوليبريا اذا كان عندي لما كان فيه 6 و6 ليش وبعض فبقى بزيرو انا دلوقتي عندي زيرو وزيرو الفورس اللي هنا والفورس اللي هنا برضو بزيرو يبقى هنا نفس الكلام هيبقى ده زيرو وده زيرو يبقى اللي 12 دي هتتنقل برضو على استقامتها والعشرة هتتنقل وده زيرو وده زيرو طب عشان نعرف بقى ان انا حلي صح المفروض ان الجوينت بي والجوينت دي تبقى in equilibrium طب تعالى نشوف بي في عندي 12 نازل وفي عندي 12 طول يبقى مش تتحرك في اتجاهه وفي اتجاه الاكس reaction هنا بزيرو والcomponent الممبر ده اصلا بزيرو يبقى برضو مش هتتحرك في اتجاه الاكس هنا نازل 10 وطالع 10 يبقى لجو انت دي متزر يبقى انا كده خلصت حل trust وانا واسقة من حل 100 في الماء ان انا reactionاتي بقت متزرة مع internal force بتاعتي لما حسبتها اخر حاجة طالبها مني هو ان انا ارسم internal force للكانبيبر بتاعتي طيب اطلعه بره برياكشناتو بالاحمال اللي شغيلها من القرش حط ال data mooners normal عندي normal على العمود P14 compression من بدايته لنهاية طب وبالنسبة للكانتليفر للخط section على الكانتليفر وبصيت من ناحية free end ما عنديش زيرو حط الاشارة طب الشير الشير عندي على العمود P6 من بدايته لنهاية طب الستة دي بسطف ولا negative مفروض ان انا ده من ناحية ايدي الشمال والشمال ونازل يبقى بالناجتب يبقى انا عندي هنا ثابت ستة طب الكنتليفر في عندي اثنين من بدايته لنهايته برضو نازل من ناحية الشمال يبقى الاشارات بتاعتي بالناجتب المومنت المومنت على الكنتليفر بدايته بزيرو احسب المومنت في نهايته هلاقي من فيه اربعة والتنشان صايد لفوق اوصل بالزيرو اعمل اتزان جوينت لجوينت دي فيه اربعة هنا يبقى فيه اربعة ببرا كده طيب وفين تاني هاحسب الكنتليفر تحت فيه اربعين انشان صايد ببرا او لناحية دي يبقى اربعين ووصل الاربعين فيه الاربعين شكل تاني من اشكال الكمبزت عندنا بيم عليها ترس اللي هو ترسد بيم طب ايه مشكلتها هي هي زي الفريم بس دي هنا بيم بدل ما هو كان ترسد فريم ترسد بيم وهو كمان هاسيب لي ري اكشن يعني ري اكشن دي كان جيبت برضو دي جات مسألة في فاينال برضو من كزا سنة وكان جايب لي هي اصلا حتى لو كان طالب مني حسابي ري اكشن فكان الموضوع سهل لان انا عندي هنجد رولر فسيجما الاكس هجيب لي الزيرو وسيجما المومنت عدنا نقطة اي هجيب البي اف وي هجيب الاي فانا ما عنديش مشكلة فريكشنات بس هيا كانت جيفن في السؤال ده هو طالب مني ان انا اجيب الفورس اللي في الترس ويارسم الانترنال فورس دايجروم ليه البيم بتاعتي اي بي وهيكت الفكرة كلها هو ان انا اجيب الفورسة في الترس طب تعال ان فقر نجيب الفورس اللي موجودة في الترس ازدائي اتفقنا ان محدش يجي يقول انا همسك الجوينت دي وعمل لها اكوليبريوم يعني محدش يقول ان الفورس اللي في الممبر ده بتساوي 12 حدش ليه؟ لان احنا اتفقنا ان ما ينفعش اعمل اكوليبريوم لجوينت ماسكة مختلفين لان ده فيه اكسية الفورس واحدة ده فيه نورمل وفيه شير ومومن فمش هينفع كمان يبقى انا ابعد تماما عن موضوع اتزان الجوينت دي وبص للترس ازا يجيب الفورس اللي فيه؟ انا اقدر اعمل اتزان جوينت بس مجرد بس هم معرف ممبر واحد اقدر بعد كده امشي بتسلسل اتزان الجوينت طب اعمل ايه؟ تعالى كده ما هو مش مديني الانتروميديات هنج ده من فراغ هو مديني لسبب ايه بقى؟ انا لو خدت المومنت عند الانتروميديات هنج ده من ناحية الشمال هبص ايلاقي ايه اللي حصل قطعت في الممبر ده؟ طب قطعت في الممبر ده يبقى الفورس بتاعته ظهر يبقى انا كده هقدر دخلت كده او حطيت ريك دي على اول طريق احل بيه هو ان انا اخد المومنت عند نقطة فيه من ناحية الشمال او من ناحية اليومي طب خدت المومنت وهسبت الفورس اللي موجودة طلعت بتساوي عشرة وطبعا طلعت كومبريشن مزدام انا فرضها خلاص مجرد ما جبت الفورس اللي هنا اقدر بعد كده الجوينت دي امشي بيها وعمل لها اكوليبريم امشي بقى بالجوينت تسلسل الجوينت دي مسكة اثنين انون انا مش عارفاهم ومسكة ثلاثة من بر انا عرفت واحد منهم وانا عندي الاثنين انون دور طب اسمي دي جوينت وان وطلعها بره طب طلعتها بره بايه بقى طلعتها بره بالفورس اللي هي مسكاها اف تو اف سري اللي انا مش عارفاهم وحطيت الفورس اللي في الهوريزونتال ميمبر ده حطيتها زي ما أنا طلعتها طلعتها compression فحطيتها compression عشان ما لغبطش دماغي بالإشارات طيب عندي كمان سيتا محتاجة أجبها طيب تعالي نحط سيتا هنا هلاقي إن سيتا هنا من المسلس ده X بتاعي ب4 و Y ب2 يبه هارف أجيب له sin سيتا و كوزين سيتا Sigma force في اتجاه X equal 0 هطلع قيمة F2 طلعت عندي بي compression Sigma force في اتجاه Y equal 0 طبعا F2 أنا هنا فرضوها أزا تنشن فاشتغلت بيه هنا بالإشارة بتاعتها التنشن العادي لما جي أعوض أشيل F2 وأعوض عنها بنية 5 root 5 طلع له F3 B تنشن أحط الفورس بتاعتي بالاتجاهات الصحة بتاعها طب خلصت F1 أنقل بعد كده على F2 أو أنقل بعد كده سوري على joint 2 خلصت الجوينت دي أنقل عن الجوينت اللي بعدها اللي هي الجوينت دي بقى فيها 2 قنون برضو أطلع الجوينت دي بره وادرسها طب أول حاجة أنا حطيت الفورس اللي هنا زي ما هي باتجاهها اللي هي 5 root 5 الفورس دي كانت بتميل على vertical بسيتا يبقى أنا حطيت ادي كده ودي سيتا سيتا دي اللي هي sin وكوزين إحنا لستا جايبينه طب F4 لو أنا بصيت على triangle بتاعها هلاقي الـ Y4 والـ X4 يبقى F4 السيتا بتاعتها 45 سيجما الفورس في اتجاه الـ X هطلع F4 سيجما تلعت بي compression سيجما الفورس في اتجاه الـ Y هطلع F5 هتطلع بي تنشا هحط الفورس بتاعتي هنا أنقل عن ناحية الثانية بس أنا لو ركزت شوية هلاقي إن أنا عندي الترس متماسل الترس وليس المسألة كلها لأن المسألة كلها على بعضها مفهاش سيمترية لكن الترس الواحدة هو لفيه سيمترية الـ Dimension بتاعته واحدة كل الجوينت بتاعته النودد كل الممبر لها نفس يعني السلوب بتاع الممبر ده هو السلوب بتاع ده السلوب ده هو السلوب ده فأنا أقدر أستغل الجزء ده وأقول إن الفورس اللي هنا هي الفورس اللي هنا من غير ما هو ده أحسن لكن أنا لو قعدت مسكة الجوينت دي وعملت لها Equilibrium وعملت لها Equilibrium هيطلع نفس الحسابات كده بالضبط طبعا هنا خدنا بالنا بقى أنا قلت الجوينت زي ما ينفعش عمل لها اتزان أو لو كنت عملت لها اتزان يبقى أنا هدى عشرة ده كنت هقول إن هو 12 بس هو في الحقيقة 5 يبقى كده الموضوع اتزان الجوينت اللي مسكة 2 member أو مختلفين منتهي من نسبي نيجي للطلب التاني طالب مني إن أنا أرسم الانترنال فورس للبيم طب البيم دي أرسم الانترنال فورس بقى سهل عادي ليه لأن أنا لو خدت البيم طبعا البيم مسكة الممبر ده وده 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 يبقى عليها كل الفورس بتاعت الممبر دي يعني أنا لو فكرت إن أنا أقطع كده وأخذ البيم بتاعتي بره أخذها بكل الفورس اللي موجودة في اللينكات دي طب والفورس دي هحطها بال بتاعتها كل عندي تنشا ودول يبقى أنا هتطلع البيم بأدي كده كل الفورس اللي موجودة في وآدي الفورس اللي كانت هنا وهنا طبعا دول زوج بتاعتهم 45 فأحل لهم في تجاه ال بقت عندي عليها مجموعة من ال ارسم لها النورمال وال شير وال مومت طبعا كل دول سكاشن هنزل منها حط النورمال عندي من بداية البيم لحد نهايتها النورمال فورس عشرة العشرة دي بتعمل ايه بتعمل تنشن على البين الشير هبدأ من البداية في هنا اتناشر وفي عشرة يبقى انا في اتنين طالع مشيت بيهم سابت قابلني المحصلة بتاعت دول واحد نازل يبقى هنزل لواحد والمحصلة بتاعت دول سبعة يبقى المحصلة بتاعت دول اربعة بالنازل هتقفل معي المومنت المومنت عندي هنا في البداية بزير اقف وحسب المومنت هنا من ناحية الشمال هلان في اتنين فاربعة بتاعت لتحت اوصل خط طبعا مستقيم كل ده ما عنديش يونيفور ملود فكل التوصيل بتاعت المومنت هيكون اقف هنا وحسب المومنت طبعا المحصلة بتاعت دي واحد في المسافة بتاعتها والمحصلة بتاعت دول في المسافة بتاعت هتجيب لي اتناشر والتنش لتحت طبعا المومنت عندي الانترميدية هنش بزير وحوصل الاثناشر بالزير طبعا عايز احسب المومنت هنا ومومنت هنا احسب ه ازاي اقدر احسب من ناحية اليمين او اقدر اقول استغل لان انا عندي الشير بتاعي والريليشن اللي كانت بتحبط بالشير بالمومنت وان الشير بتاعي كونست فالمومنت هيبقى نفس فانا لو وصلت الاثناشر بزير مدت الخط على استقامته اعرف اجيب الو اللي هن اللي هي اتناشر انا عندي كزا طريقة توصل تمام بعد كده المومنت هنا احسن من ناحية دي هلاقي ان عندي ستة وعشرة المحصرة بتاعتهم اربعة مضروبة في اربعة ستاشر بتنشان صايد لفوق يبقى في عندي ستاشر ووصلها هنا ووصلها هنا بالزير خلصت الرسمة بتاعت المسألة بتاعت الكومز بتكون سهلة بس انت تعرف تفصصها ازاي وتعرف تدخل تحل كل جزء الواحد ازاي طبعا المسألة دي مرهاش علاقة ده الفكرة اللي بس هو ان احنا نعمل على نقطة الفصل انا بافصل ازاي وبحط ايه مكان مبسل بايا ما بدأي انا عشان نرسم محتاجة احسب طب انا هنا محتاجة افصل عشان احسب والله عرف احسب والمسألة سليمة عندي تلاتة وعندي تلاتة فانا اعرف احسب احسب في اتجاه اجيب اقف عند نقطة اي واخد الشكل كله هجيب في اتجاه الواي هجيب الواي اي تمام انا اول خطوة حلتها بنجر مفصل بس عشان ارسم بقى لأ محتاجة ان انا افتح الفريم وخليه اوبر يبهاجي عند نقطة اي وعند نقطة اف وافصل هحط اي هحط هنش وهنش طبس ازاي انا كده عندي رياكشنات راقصية وعندي رياكشنات افقية تمام خلينا نشوف بس انا هعرف اجيب اي ومش هعرف اجيب اي فهك هنتكلم واحدة طب انا اول حاجة هعرف اكيب ها انا اعرف اجيب رياكشنات الرقصية البيم بتاعتي طولها اتناشا والاكويفلان فورس بتاعتي هتكون اتناشا واحد في اتناشا فنصهم هيروح عند اي ونصهم هيروح عن اي او هقف عند نقطة اي واخد مومنت اجيب ال y f حسب ما انا متعوض فانا ما عنديش مشكلة في رياكشنات الفيرتكال مشكلتي كلها في رياكشنات الهوريزونت رياكشنات الفيرتكال هيجي عند نقطة اي وعند نقطة اف وعكس طب الاكسات دي انا معرفش غير ان سيجمال فورس في اتجاه الاكس للبيم بتساوي 0 فالاكس اي هتطلع بتساوي الاكس اف بتساوي كام بقى دي معرف هاش طب هجيبها منين هرجع بقى للفريم نفسه واسأل نفسي سويا هو انا الفريم ده stable ولا unstable بعد ما فصل الفريم شايل نفسه شايل البيم ولا لا والله هبص للفريم ان الفريم ده اللي هو الابن فريم اللي قدامي فيه عندي ثلاثة رياكشن فيه عندي اربعة اكويشن اللي هما التلاثة بتوع الاكوليبريم والانترميدية تهنج عند جي جاب لي يعني انا عندي عدد الانون اللي هي الرياكشنات اكبر اه اصغر من عدد فمعنى كده ان يعني الفريم ده ماينفعش ان انا احيله لوحده هو مش شايل نفسه ثم للبيم يعني اللي كانت شايلة ثم البيم ما كانش فيها ولا البيم كانت شايلة هما الاتنين بيساعدوا بعض ازاي الحمل الرأس منها وينقلوا للساوبورت طيب والفريم بقى محتاج ايه من البيم محتاج ان البيم تمسك العمود ده مع العمود ده البيم كانت رابطة نقطة ايه بنقطة اف شد العمودين مع بعض فالعمودين مش هيتفتحوا فيفضل الفريم اللي قدام ستيب طيب معنى كده ان الفريم محتاج مساعدة البيم في ان هو يفطل شادد العمود ده مع العمود ده طيب ايه ترجمة شادد العمود ده مع العمود ده ان فيه قوة كده عند اكس عند نقطة اي وعند نقطة اف في اتجاه الاكس البيم هي اللي شايلان دي المساعدة اللي الفريم محتاج ها من البيم يعني البيم بتشيل الاكس بتاعتي او جبت رياكشنات رقصية اللي البيم محتاجة تنقلها للسابورت تحت عايز بقى جيب الفورس الافقية اللي البيم هتشيلها انا هيحسبها من على الفريم وهو انا الحملة اللي كان البيم مش عارفة تشيله حسبته من الع البيم ونقلته على الفريم برضو الفورس الافقية اللي الفريم مش عارف يشيلها اللي هو بيها هيقع احسبها من على الفريم ورمي حملها على البيم طب انا احسب الاتفاد دي ازاي من على الفريم وهنا عندي انتورميدية هنج انا مستخدمتوش لو جيت خد عند ناحية الشمال ناحية الليفت هادر اطلع بتساوي زير طبعا فانا هضرب كل فورس في المسافة الستة مسافتها هادر اطلع له هتطلع بتساوي 6 يبقى معنى كده ان الاجس اف كمان هتطلع بتساوي 6 عن طريق سجمل فورس في اتجاه الاجس يبقى هنا ايه كان صح ان انا حط هنج وحط هنج لان في عندي اكسية الفورس جاية من الفريم البيم هي اللي هتشاق اللي هي الاكساد دي بعد كده خلاص بقى نبدأ نرسم النورمال والشير والمومنت عادي زي ما احنا متعودين هلاقي ان انا عندي البيم الهوريزونتل بيم فيها نورمال فورس طبعا احنا اتفقنا ان انا بحسب حساباتي كل الكالكليشن بعملها والمسألة مفصولة لكن بارسم على اصل المسألة عشان كده حطيت البيم بتاعتي زي ما هي في النص كده وبدأت ارسم البيم عليها اكسيا الفورس ستة اللي هي شايلة من الفريم وهي تنشط عطيتها بالبوستل وبعد كي اشتغلت على الفريم عادي ادي كده النورمال فورس اللي هي الاربعين وهتتغير هنا ها تقل ستة ناحية التانية عندي ستة وعشرين وهتقل الستة طبعا هتقل دي باختلاف الاشارات بتاعتهم البيم عليها البيم عليها لو جيت حسبت النورمال هلاقي ان في ستة وفي ستة يبقى انا في عندي اتناشر بتاع على البيم بالنسبة للشير هلاقي ان انا عندي الشير على العمود في ستة والستة دي هتزيد تبقى اتناشر العمود التاني بداية ما عنديش بس اول ما وصل عند نقطة فهلاقي ان في ستة وتفضل ستة من نهاية العمود بالنسبة للبيم اللي في النص طبعا في ستة اللي هو الستة ده طالع ناقص اتناشر فهنزلني تحت عند ناقص ستة الكنتليفر هلاقي ان عندي من ناحية الشمال ونازل ستة فانزلت ستة بعد كده هاجي عند الستة اللي موجود في بداية البيم احسب هلاقي ان في ستة نازل وفي ستة نازل وفيه اربعين طالع وهيطلعني لحد تمانية وعشرين والاكوفلنت بتاعت الاربعة اللي بتأثر على مسافة اتناشر فانا عندي تمانية واربعين بالنازل فهوصلني في النهاية عند عشرين والمومنت طبعا المومنت على البيم دي بدايتها ونهايتها زيرو وهعلق البرابولة هنا بزيرو اقف عند النقطة دي واحسب في ناس كتير عندها مشكلة تقول بما ان هنا فيه فالمومنت عند الجوينت دي كلها بتساوي زيرو كلام ده مش صح لان مش قطع في العمود العمود بتاعي سليم وبعد كده مربوط بعدين فانا النقطة دي على بزيرو فعلا لكن لو جيت بصيت على العمود بما انه ما قطعش في العمود هلاقي ان في لازم هتطلع اللي هي الكوانتاشر وحسبت الباقي المسألة عادي جدا يبقى كانت فكرة المسألة كلها موضوع الهنج هنج وازداي احسب الرياكشنات الافقية على البيض تعال نبص المسألة دي المسألة دي انا حطيتها في الفريم في فيزيو الفريم تمام خلينا كده نبص لها ونتكلم عنها انا عايز احسب رياكشنات اي في الحقيقة انا هنا بقى مش هعرف احسب رياكشنات غير لما افصل وافتح اللوت بتاعتي فهيجي عنده نقطة اي وعنده نقطة اف وافصل من عندها وحط مكان نقطة اي ومكان نقطة اف هنج وهنج طيب هنج وهنج احسب رياكشنات فيها ازاي نفس الفكرة انا عندي رياكشنات الرقصية ما عنديش فيها مشكلة اتنين بتأثر على مسافة اربعة فانا عندي تمانية نصهم هيروح عند اي ونصهم هيروح عند اي يبقى فيه اربعة واربعة فكرتي كلها في رياكشنات طبعا والاربعة والاربعة دول هيتعاكس عنده نقطة اي وعند نقطة اي الرياكشنات الافوكية هجيب الرياكشنات الافوكية اللي هنا ازاي هاجي اسأل نفسي الرياكشنات الافوكية احنا خواस اتفقنا b انا دا المساعدة اللي محتجها من الفريم هياخد الحمل الرائسي ونزله للتغ الرياكشنات هذه الافوكية هي المساعدة اللي فريم هيحتجها من البي عشان خاطر الرجلين دول ما يبعدوش عن بعض. بمعنى كي ان انا هاجي ابص على الفريم ده واقول له انا محتاجة قوة افقية هنا ولا مش محتاجة. انا احطها ونشوف محتاجاها ولا مش محتاجاها. طب انا اجيب القوة الافقية دي ازاي? هستخدم اي انترميديات هنج ده عشان اعرف اجيب الاكسيا الفورس اللي في البيه. طب بحالة. لو انا جيت عند النقطة دي وخدت المومنت داون كده هيبقى عندي بس مشكلة انا مش حاسب ارياكشنتي اصلا. فهيبقى عندي الرياكشن اللي هنا او الفورس اللي هنا في مسافة. والفورس ال اكس اللي هنا في مسافة. الكلام ده بيساوي زيرو فقا عندي معادلة فيها اتنين قمو. فطبعا ان انا اخد النقطة جي دي مش صح. طب نقطة اتش لو خدت المومنت عند نقطة اتش داون. ايه اللي حصل? هلاقي ان الاربعة بتمر بالاتش. ورياكشن الواي بي بيمر بالاتش طالب. فمش هتبقى عندي غير الفورس اللي هي الاكس اف دي. فابروغة في المسافة بتاعتي اللي هي اتنين. يبقى اتنين اكس اف. بس. الكلام ده بيساوي زيرو. يبقى انا طلعت ان الاكس يا الفورس او الفورس اللي في اتجاه الاكس دي بتطلع بتساوي زيرو. يبقى الفورس اللي على النقطة اف هنا دي بتساوي زيرو. يبقى ساجمع الفورس في اتجاه الاكس. يبقى البيم ما فيهاش اكس يا الفورس. بعد كده اكمل باقي حل المسألة. هاجي بقى عند نقطة جي. واخد المومنت دا خلاص انا عرفت ان الـ X عند نقطة E تساوي 0 يبقى reaction ده هيطلع بيساوي 0 Sigma force في اتجاه الـ X يبقى هيطلع عند نقطة C فيه 4 هاجي عند نقطة H واخد المومنت lift هطلع vertical reaction عند نقطة A هاجي عند نقطة B واخد المومنت للـ structure كله هطلع YC Sigma force في اتجاه الـ Y هطلع الـ YB فانا كانت كل فكرتي في المسألة دي ان انا ما عنديش فورس اللي جاية من الفريم الـ beam هتشالها ليه؟ ان ببساطة كده انا ايه مشكلتي في الفريم؟ انا لو بصيت شوية كده وركزت هلاقي ان انا مشكلتي في الفريم اللي هو بعد اما فتحته هو الرجل دي ليه؟ ما لها الرجل دي؟ الرجل دي فيها مشكلة السابورت بتاعها من تحت هو roller support ومن فوق الجوينت دي هي intermediate hinge طب ايه مشكلتها؟ مشكلتها ان انا لو جيت زقيت الرجل دي باي فورس كده ايه لا هيحصل؟ السابورت ده بيعمل سلايدنج هيتحرك والنقطة دي سمحة بالدوران فهتسمح ان الرجل دي تتفتح براحة فالـ beam كانت ايه وظيفتها؟ كانت وظيفتها ان انا لو عندي كوة افقية فكرت تزق العمود لأ beam هتمسك العمود وتقوله لأ مش هينفع تتحرك انا هشيل الأكسية الفورس اللي هتزق بس انا العمود ده في حقيقة المسألة في وضع الـ structure القدامي هو معلهوش كوة افقية فانا فهمت ان الـ structure بتاعي ما كانش عليه يعني ما كانش هيظهر فيه Axial force في الـ B تمام؟ هتلاقي ان انا لو محلتها في الجزء بتاع frame 2 انا حطيت هنا هنج وحطيت هنا رولار عشان كنت عارفة انه مفيش Axial force هتزق بس الصح الصح لأ انا هحط هنج وهنج لاني لقيت ناس كتير خلاص تقرت ان انا كلما هيجي افصل عند اي انترميدية هنج وطلع الـ beam برا احط واحدة هنج وواحدة رولار وده مش صح انا بشوف انا محتاجة الـ Axial force دي ولا مش محتاجها لو محتاجها هتظهر وهيبقى ليها value ويه الـ beam هتشالها مش محتاجها يبقى هتطلع بتساوي زيه يبقى خلاص يبقى احنا كده نتعاول اي انترميدية هنج هفصله وحط هنج وبعد كده بقى اشوف بقي حل المسألة هيظهر Axial force تشيلها الـ beam ولا هتظهر الـ reactionات هنا بـ zero تبقى انا هنا رجعت الوضع ان انا كدت حلى في الاول ان انا كدت حط هنا رولر وحط هنا هنج عشان عارفة ان مفيش Axial تمام؟ لكن نستح بقى خلاص احنا بعد كده هنحط هنج وهنحط هنج عشان بس ايه ما يبقاش عندنا كذا طريقة للحال والمسألة نكمل بقى حلها زي ما كانت محلولة في الفيديو التاني بس ضبط ان فيش اي اختلاف هي الفكرة كلها بس في وضع الـ support عشان نبقى عارفين الصح اللي احنا شغالين عنها وكانوا بقى وصلنا نهاية الفيديو ونهاية الـ structure analysis 1 الكورس كله كده احنا نعتبر خلصناه اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديوهات وان شاء الله اشوفكم في الكورس بتاع الـ structure analysis 2 باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة